إزاي أعرف أن أنا عندي نقص في فيتامينات معينة؟ طيب بصحرتك يعني ده يخدنا لتعريف كده حاجة معينة اسمها الجوع الخفي خفي يعني يمكن لما يبقى فيه حد عنده نقص في الوزن وباين علينا حافة كلنا شايفينها الأم شايفاها قادرة تقول تاخدوا لابنها توديله الدكتور تقوله ابني وزنه ليل لكن الجوع الخفي بقى ده اللي بياخدنا لقيه نقص لي عناصر غذائية معينة فيتامينات معادن بتبقى عادة مش بالضرورة تظهر أعراضها مرة واحدة لأنها بتاخد فترات لكن تبعيات ده كتيرة جدا ومثلا لو من ضمنه يعني أشهر أشهر أمثلة للجوع الخفي نقص فيتامين A والحديد الأنيميا وعلى فكرة الحديد بيبدأ ينزل قبل ما يبدأ يعمل أنيميا يعني احنا نشوف صورة الدم يمكن الهوموجلوبين لسه على الحروق رقب كده لكن النسبة الحديد اللي موجودة في الدم بدأ التقل أو مصادر الحديد بدأ التقل وده بيعمل أعراض ويمكن مثلا لو بنكلم عن فيتامين ألف دلوقتي في كل في وزارة الصحة في كل يعني بقى الجباريا الكابسولة اللي بتتاخد للطفل دي ونقص فيتامين ألف يمكن للناس كلها فاكرة أنه بس لي عشان العينين لكن الحقيقة مثلا فيتامين ألف له دور أساسي علشان خاطر الوقاية من الأمراض والمناعة ويمكن ده أحد الحاجات الأساسية اللي خلوهم يدخلوا فيتامين ألف كجرعة بتتاخد يرجعنا تاني للحديد اللي هو بقى يمكن زي ما حارتك قلتي مش بس الأطفال ده الأطفال والسيدات عندنا نسبة عالية جدا جدا من الأنيميا في السيدات وبتظهر بعد فترة بتزيد نسبتها عن الرجال كمان علشان الحمل علشان الحمل وعلشان الدورة الشهرية فالسيدة بتفقد فترة يعني بالفيسيولوجي بتاعها والترايل بيرنج الحامل وكده الأعراض الحقيقة بتاعت يعني يمكن حقول حارتك كمان المبادرة الرئيسية للكشف عن التقزم والأنيميا في الأطفال لقوا أول ما بدأت في سنة 2021 كان نسبة الأنيميا في الأطفال في المدارس حوالي حاجة 20% 23% تقريبا ومع التدخل ومع العلاج ومع الإرشادات اللي بدأت تتعامل والتوعية كانت في سنة 20-2029 نزلت بقت حوالي 11 وشوية الأنيميا مثلا جزء أساسي أنه التحصيل والمود والقدرات الذهنية والعقلية ده لو نتكلم مثلا عن الحديد حالتك تطرقتي لجزء تاني مثلا سقوط الشعر التركيز الحالة النفسية كلها بصفة عامة مثلا الهرومونات والنواقل العصبية اللي في المخ محتاجة بلاكس كده يعني كأنه طوبة حطه طوبة ورطوبة علشان الجسم كله يقدر ينتج هذه النواقل العصبية بطريقة جيدة ومزبوطة صعب يعني ما بيجي لنا حد طبعا فيه تحاليل ممكن نطلبها لكن الحقيقة فيه حاجات ببنش في التحاليل العادية ترجمة نانسي قنقر